رابعا لا زال الكلام في المورد الخامس وثلاثين رابعا ذكر هزام بدر الدين من مظفر الدين لما توفي نور الدين الصبي وملك أخوه ناصر الدين الطفل تجدد لمظفر الدين ولعماد الدين زنكي طمع للصغر سن ناصر الدين فجمع الرجال وتجهزا للحركة فظهر ذلك وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد بالنهب والفساد وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد هؤلاء الزنكيون يسلبون وينهبون ويفسدون في الموصل في بلاد المسلمين في أموال المسلمين في أملاك المسلمين في أرواح المسلمين التفت جيدا إلى ما قاله المؤلف قال بالنهب والفساد ولا أدري أي ملك يتحدث عنه للطفل الصغير بعمر ثلاث سنين وأي ملك يتحدث عنه لصبي بعمر عشر سنين مريض بأمراض عديدة اختفى على أثرها لا يعرف هل هو حي أو ميت بل أي ملك كان لأبيهما في سطوة وتسلط وتحكم لؤلؤ بالبلاد وسنذكر لكم لاحقا بعض الأمور عن لؤلؤ بإذن الله تعالى فقط أريد أن نسجل هنا يعني أيضا لا ننسى نعطي إلى حد ما بعض المبرر بعض المشروعية بعض أو كل الشكر والثناء لابن الأثير وهو يكتب أو كتب هذا التاريخ في عصر وعهد وسلطنة لؤلؤ وهذا لؤلؤ الماكر الذي أنهى عائلة كاملة بعد هذا ستعرفون وتسلط على الموصل وأخذ الموصل وصارت السلطنة له بعد أن قضى على هذا الخط من عائلة الزنكيين بهذا المكر والدهاء والذي حكم طويلا في البلاد وستعرفون غرائب عن لؤلؤ ستعرفون الفسحة التي كان يستغلها ابن الأثير اللي كتابت هذا التاريخ مع ضمان حياته ووجوده وكيانه وأهله وعائلته وأمواله وكتبه وعلمه مع سلطن لؤلؤ فجزاه الله خير الجزاء جزاه الله خير جزاء المحسنين على ما فعلوا على ما كتبوا وعلى ما وصلنا من كتاباته وكان يكمل ابن الأثير يقول وكان بدر الدين لؤلؤ قد سيّره ولده الأكبر في جمع صالح من العسكر إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل بحلب نجدة له بسبب اجتماع الفرنج بمصر وهو يريد أن يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبها ويخربها ليعود بعض من بدميات إلى بلادهم فيخف الأمر على الملك الكامل ابن الملك العادل صاحب مصر أقول أيضا التفت هنا أيضا إلى ما قاله المؤلف ينهبها ويخربها طبيعي هذا الأمر التخريب والسلب والنهب يقول فلما رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين زنكي وأن بعض عسكره بالشام أرسل إلى لاحظ لما رأى بدر الدين هذا لؤلو لما رأى بأن مظفر الدين وعماد الدين تحركوا باتجاه وباتجاه أراضيه وكان بعض عسكره بالشام قد أرسله للشام لمساندة ابناء العادل يقول أرسله أي لؤلو إلى عسكر الملك الأشراف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم وكان المقدم عليهم مملوك الأشراف لاحظ من دائما في النيابة في رئاسة الوزراء في نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء النائب القائد العام للقوات المسلحة دائما هذا هذه البدعة الزنكية الأيوبية السلجوقية الخراسانية الكذائية الأعجمية دائما المملوك هل هذا هو نهج عمر رضي الله عن عمر هل هذا هو نهجه في السياسة في الدولة في القيادة في الأمر صارت الأمور بيد الممالك يقول وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف اسمه أيبك فساروا إلى الموصل رابع رجب سنة ستة عشرة وستمائة طبعا ستمائة وستة عشر هجري أقول هل يحتاج الإلفات إلى أن أيبك مملوك للأشرف بن العادل الأيوبي المملوك أصلا للزنكيين وهؤلاء الزنكيون ممالك للسلاجقة الترك صار مملوك مملوك المملوك هذا أيبك يكمل ابن الأثير والتقوهم والخصم فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه الوقوف فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة لاحظ لم يذكر عنوان الهزام لماذا؟ لأن هذا بدر الدين لأن هذا لؤلؤ لأن هذا يعود إلى حكم سلطنة وحكام الموصل يعود إلى الزنكيين إذن لا يتحدث عن هزيمة هذا يعود إلى من يهواه أو من يخاف منه يقول والتقوهم والتقوهم الخصم فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه أي لم يمكن بدر الدين لا الوقوف فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة ونزل منها إلى البلد وراحل زنكي ليل وأعاد نحو إربل ترجمة نانسي قنقر